تلقى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعى برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عرب سموه فيها عن أخلص التهاني لجلالته بمناسبة النجاح الكبير الذي تحقق لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلة 1 2022 واشهد سموه بما وصلت إليه مملكة البحرين من مكانة متقدمة واقتدار في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي على ابتداد سنوات عديدة بفضل الرعاية الكريمة والدعم المستمر من لدني جلالة الملك المفدى حفظه الله لتعزيز إنجازات مملكة البحرين في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة وأكد سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة في البرقية أن هذا الإنجاز الرياضي وهذا النجاح المشهود الذي نال إشادة وإعجاب عالمي ما كان ليتم لو لا جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء وقيادة سموهي لفريق البحرين والقدرة على تنظيم مختلف الفعاليات والسباقات العالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر